أقيم العرض الثقافي الخاص الذي تضمن ثقافات متنوعة من جميع إنحاء العالم في مدينة كومينغ في جنوب غربي الصين للاحتفاء بعيد منتصف الخريف وهو أحد أهم الأعياد في الصين الذي يمتد تاريخه لحوالي ثلاثة ألاف عام وشارك بعض الدبلوماسيين والطلاب من الصين والخارج بهذا النشاط تفيد مثل هذه الاحتفالات الشباب من كمبوديا والصين من خلال منحهم الفرصة لمعرفة المزيد عن الأعياد الصينية التقليدية مثل عيد منتصف الخريف هذا العام يصادف عام التبادلات الثقافية بين الصين وكمبوديا سنواصل تعزيز ثقافات بعضنا البعض والسعي من أجل مستقبل المشترك أفضل كما ساهم الضيوف أيضا في إعداد كعك القمر وهو طعام تقليدي خاص بعيد منتصف الخريف ويرمز إلى الوحدة والاكتمال واستكشفوا أيضا الحرفة التقليدية الأخرى الثقافات الصينية والفتنانية متشابهة جدا وتشترك في العديد من العناصر المشتركة في فيهنام نحتفل أيضا بأيد منتصف الخريف من خلال تناول كعك القمر وهو يعتبر أيضا للمشمل الأسرة في بلادنا أيضا إن المشاركة في ميسل حد الحدث في الصين اليوم تجعلني أشعر بالتفئ الشديد وتدعوني للاشتياق إلى أفراد عائلتي أيضا انتباعي العول هو أن الصين تقدم حقا ثقافتها وتقليدها إن حدث يمنحنا حقا فرصة عظيمة لتعرف على بعضنا البعض وتعرف على الثقافة الصينية وثقافة الجنبية نعد بحاجة إلى تواصل كثيرا وخلال هذا الحدث ألقى ممثلوا الشباب كلمات تمكنهم وبصفتهم سفراء ثقافيين أن يلعبوا دورا في بناء مجتمع مستقبل المشترك للبشرية وهم يعتقدون أن التعرف على ثقافات بعضهم البعض وبناء صداقات متبادلة هو المفتاح لتحقيق هذا الهدف اشتركوا في القناة